أعلنت مديرية أشبالي الأمة عن فتح مسابقة لقبول الشبلات وأشبال الأمة لطورية المتوسط والثانوي حيث سيكون آخر أجل للتسجيل يوم الخامس عشر جوليا الفين وثمانية عشر أين تم تحديد شروط الطورة الثانوي بمدارس أشبال الأمة بالبوليدة ووهران وصطيف بالحصول على شهادة التعليم المتوسط بمعدل يساوي أو يفوق اثنى عشر من عشرين لسنة الدراسية الفين وسبعة عشر الفين وثمانية عشر كما يشترط أن يكون مقبول في السنة الأولى ثانوي شعبة عنوم وتكنولوجيا ومن موليد الفين وثلاثة عشر ومتحصل على الجنسية الجزائرية بالإضافة إلى تمتعه بلياقة بدنية في حين اشترط للدخول لمدارس أشبال الأمة لطورة المتوسط بالمثيلة تيارة بشار الأغواط باتنا وبجاية وتمن رصد أن يكون المترشحون من فئة الذكور مولودين في الفين وسبعة ويتمتعون بالجنسية الجزائرية وبصحة جيدة ترجمة نانسي قنقر